أن التوازنات مش بتحصل بس في العقوبات ده حتى في المسؤول لما ييجي يبرر قراره الصحيح بيتحدث بشكل من أشكال التوازنات عشان محدش يقدر يلومه نسمع التصرحات الخاصة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري من رئيس التحاد الكرة الأستاذ عمر الجريني ونرجعنا خلينا بس خلينا علشان إيه علشان يبقى قولاً وحداً أيوة رغبة النادي الأهلي فوق راتي من فوق ورغبة نادي الزمالك فوق راتي من فوق وإحنا بندير التحاد الكرة والتحاد الكرة ليه قرار في هذا الموضوع الله عليك قرارنا في هذا الموضوع أنا جالي موافقة أمنية بالأستاذ وبالسعة المدرك هيكون قد إيه من كل نادي من الناديين هيحضر قد إيه وده موضوع محسوب قبل كده قلنا أكتر من مرة إحنا ببنأنجلش يا جماعة بناء على رغبة أندية مع احترامنا لكل الأندية ووقفنا مع الأندية كلنا كلها في المسافة واحدة أستاذ عمر الجليني حضرتك على هواء مباشرة دلوقتي بتعلن أن يوم 24 هو معاد نهائي ورسمي ولا تأجيل لمباراة القمة بين الأهل والزماء ليه هتأخذها تصريح من عيل الكلام تصريح عصنا أول مرة أشوف أندية تصرح حلعب ولا مش ألعب على كلام حضرتك وأنا موافعك تماما ملوش ينادي إن هو يصرح حلعب ولا نادي يصرح يقول أنا مش ألعب في اتحاد كورة بيدير المنظومة الرياضية هو اللي بيصرح وهو اللي بيقول غير كده ما عرفش حاجة أكرر لك تاني عمري ما هأجل مطش بولاء على رغبة أندية ما احترامنا لكل إليه الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أجل مطش هو الأمن هنمشي بعاكو في الفقرة دي بفكرة مختلفة تماما فكرة الزج باسم النادي الآلي نادي الزمالك بشكل صريح خرج المسؤولين فيه حجموا أعضاء اتحاد الكرة أساؤوا ليهم فيه أشخاصهم وليس فيه سياساتهم وتحدثوا عن فكرة ضرورة تأجيل مباراة الآلي والزمالك قبل اللقاء الإفريقي خاص بالأهلي مع ساندونز ونادي الزمالك مع الترجي نادي الأهلي موقفه الرسمي المعلن إلى الآن أنه هو لم يتحدث عن طلب تأجيل ده موقف الأهلي المعلن كل المسؤولين اللي هتشوفوهم هتلاقيهم بيتكلموا في فكرة الأندية لو أنت كمتلقي من خارج مصر قاعد بتتفرج على الفقرة هيجي لك انطباع مباشر أن النادي الأهلي طالب التأجيل ونادي الزمالك طالب التأجيل واتحاد الكرة رافت لا احنا بنرسق ونرسخ أن النادي الأهلي مش طرف في القضية إلى الآن النادي الأهلي لم يطلب التأجيل ولم يخرج منه أي تصراحات رسمية بهذا الصدق حضرتك عايز تعمل قوانين وتعمل لوائح وتؤكد على انتظام المسابقة حضرتك تحدث مباشرة عن النادي اللي بيطلب غير ده بص احنا زي ما قلنا هي قصة التوازنات نادي الأهلي وإمبي تكلمنا فيها قبل كده المباراة 27 مباراة النجم بقيت يوم 26 فقدموها يوم 22 فاستاد القراءة قال ما عندناش موافقة أو من 20 ل 25 مشغولين فنودي مباراة إنبي فين فأجلنا الأهلي وإمبي طب نأجل معها الزمالك والمصري عدناها لكن المرة دي بقى النادي الأهلي انت بتدخله ليه في جملة من الإعراب هل أستاذ عمر الجانيني فقط لغير اللي دخل النادي الأهلي في جملة عن مباراة القمة المزمع قامتها يوم لتنين لا نشوف كمان أستاذ أحمد عبد الله أو الكابتن أحمد عبد الله قال ايه يا دكتور أحمد القمة يوم 24 هل فيه أي قرارات وصولتوا ليها عمر احنا مجلناش حاجة مجلناش حاجة احنا كنا من أول يوم صراحة في موضوع التأجيلات اتقال ان احنا بنأجل على اتنين فيلر اللي هما يقيمة تأجيل أمني أو توجيح أمني بتأجل عليه يقيمة تأجيل في الكالندر بتاعت المصرات الأفريقية وبالتالي بتأجل اللي احنا ما عندناش حاجة عندنا موفق أمنية للمطسي نتبع معادي جدا ومعدي انت المطسي بتأجل من الأسبوع الرابع عمر حاني العابو إمتى يعني الكاب إمتى بس فهنا ما عندناش حاجة جاءت لحد يعني يا دكتور لو سألت حضرتك وقلت لحضرتك يعني بشكل مختلف ان الاهلي والزمالك لو تقدموا بطلب لتأجيل المباراة فالتحاد المصري القرط وقدم واللجنة الخماسية متمسكة بإقامة المباراة يوم 24 حرصا على المصلحة العام صح كلا؟ طيب ممكن أسألك سؤال عمر فضل لدك فضل لدك النهاردة يوم 19 بكرة يوم 20 طيب مقدموش طلب ليه؟ تمام تمام يعني ما تقدمش طلب ليه؟ هو أنت جاي تقدمي طلب بعد المطر ما تلاب؟ تمام يعني فانبوظية وبرضو أنا متتغرب جدا موضوع أن الناديين يتفقوا أنهم ما مش ألعبوا برضو غريبة جدا يعني غريبة جدا يا عمر بصراحة أنا مش فتاش قبل كده يعني 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 لو حصل يعني أنا بلعب أنا أنا عمر في رئيتي هتلعش في رئيتي يعني يعني مش فتاش كابتن أحمد عبدالله خليني أبدأ من حيث انتهيت ما شفتاش قبل كده؟ حضراتك ما تبعتش الموسم اللي فات ما تبعتش رؤساء الأندية هم بيتفقوا على تأجيل مباراة عشان النادي الأهلي يلعب الأول مع برامدز نادي الزمالك ونادي برامدز اتفقوا على تأجيل مباراة الموسم اللي فات وما تلعبتش فما تقولش ما شفتاش قبل كده النقطة الأهم ده لعنيني الموسم اللي فات تخليني في الموسم اللي حضرتك فيه النادي الأهلي آه يمكن الكابتن عمر ربيع سين قادر السؤال لو نادي الأهلي قدم على تأجيل أو الزمالك ما شفتاش قبل كده لكن ليه برضو فكرة الزج باسم النادي الأهلي ايه اللي صدر من النادي الأهلي وانتم متابعين كواس قوي ومتابعين الميديا كواس قوي وبتسمعوا كل حاجة كواس قوي مركزين فيها ايه اللي صدر من مسؤول داخل النادي الأهلي يشير من قريب أو من بعيد عن تأجيل مباراة القمة يوم لتنين القادر وهو ده استثناء في اتحاد الكرة ولا ده أغلب الفلسفة الواضحة اللي احنا هنتكلم في الإعلام بفكرة ان الناديين عايزين التأجيل نشوف الكابتن محمد فضل والفيديو اللي بيتكلم فيه ايضا عن تأجيل المباراة ونرجع نعق فضل يا كابتن فضل افرد الزمالك اتفقوا انه هما هي أجل يعني الزمالك هما شفيه اتحاد مصري شفيه اتحاد مصري هنا ما نقدرش اللوم على كابتن محمد فضل لان السؤال وجه له بس انا عايزكم تاخدوا بالكم من الفكرة اعلام بيطرح الموضوع بصيغة دي رغبة الناديين ومتحدث بينفي الفكرة عن نفسه مش عن احد الاندية وعلى فكرة ما تقوليش ده مش دوري لا لو انت هتتكلم هتقول الى الان في رغبة من نادي بتأجيل المباراة والنادي الاهلي موقفه المعلن ملتزم بالجدول واحنا مش هنأجل المباراة ولكن داخل اتحاد الكرة المصري مش دي ابنان السياسات سياسة التوازنات هي اللي بتحكم الغريب ان نتحس ان السؤال متوزع يعني السؤال ده بيسأله بنفس الفكر ده بيسأله بنفس الفكر برضو ليه داخل النادي الاهلي في الموضوع طب منشوف الموديل الفني للنادي الاهلي كان رأيه ايه في اصلا لما تسأل عن تأجيل المباراة ودراج المحترف اعتقد ريني فيلر مواجهة الزمالك يوم 24 وارفض تأجيل المباراة طبعا ده تصريح للموديل الفني ولكن احنا عتدنا دايما في النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيبقى فيه توازن او حديث بين الادارة والجهاز الفني سواء بقى مباراة هتتلعب مباراة هيتم تأجيلها مباراة ودية مباراة اعتزال مباراة تكريم دايما فيه قصص بيمشي من خلال ادارة النادي الاهلي يمكن اشهرها كان كاس مصر 97 لما النادي الاهلي او كابتن صالح السليم راح مطلع عليه كلم الجهاز الفني ياخد منه الموافقة الاول ان المباراة ان هي تتلعب بالنهار عشان جمهير الاسماعيلي تقدر تتفرج على المباراة وتقدر ترجع ما خدش القرار من نفسه الكابتن صالح سليم برغم هو كابتن صالح سليم ولما الجهاز الفني وافع لعب المباراة بالنهار تكريما لجمهير الاسماعيلي وقدر الاسماعيلي حق اللقب اتلعبت المباراة فأي تصريح صدر على النادي الاهلي غير ده ياريت اي حد وهو بيسأل السؤال يقول لنا ايه التصريح اللي صدد من مسؤول غير المدير الفني اشتركوا في القناة